كانت الروم في تبوك يحشدون الجنود يبغون يواجهون النبي صلى الله عليه وسلم يريدون ان يغزوا ويهاجموا المدينة لكن الرسول بحنكته وذكائه وفطنته ومعرفته وكذلك الوحي الذي نزل اليه اراد النبي انه يهاجمهم بمعنى انه يتصدى لهم قبل ان يأتوا المدينة لان لو ادخلوا المدينة الروم وبني الاصفر هناك ويدخلوا على المدينة قد تهلك المدينة وقد يذهبوا عمارها وقد يموتوا اهلها فالرسول الان يقول لا احنا نبغى نطلع ولازم نواجههم ولازم نجعل الحرب ننقلها بدل ما تكون في المدينة تكونوا في ديارهم هناك انتم مستعدين المسلمون الان هل في استعداد طبعا شوفوا التوقيت كان صعب حر شديد المدينة اذا جاءها الحر شرفها الله الرسول تعوذ من لأوائها ومن حرها وكان شدة الحر تعرفون درجة الحرارة عالية وكان ذلك الوقت ايضا مع شدة حر المدينة كانت الثمار جاهزة يعني النخل تعرفون الصحابة مزارعين والمدينة منطقة زراعية وكانت الثمار ناضجة والناس ينتظرون يقطفون ثمارهم يعني النفوس متهيئة للجلوس نبغى نقطف الثمار وناكل ونبيع ونشرب اكل عيشهم واكل عيش عيالهم وكان الرسول يقول تعالى واتركوا مصالحكم خلفكم هذا مفهوم من خلال يلا تعالوا الهدف مقابلة هؤلاء لكن هذا امتحان صعب وفيه تحدي وفيه مواجهة على المسلمين هنا اليوم المسافة بعيدة من من المدينة الى تابوك الف كيلو مع الحر الموجود وقلة المؤونة ما في مؤونة ما في فلوس وتعرفون القصة الرسول وقف على المنبر يقول من من ينفق من يتبرع للمسلمين فقام ابو بكر وقال تبرعت بمالي كله القصة الشهيرة ثم قام عمر تبرع بنصف المال ثم قام عبد الرحمن بن عوف وقال هذا جزء من مالي قال بارك الله لك فيما اعطيته بارك لك فيما ابقيت حتى جاء عثمان قال النبي السلام من ينفق من يتبرع قال عثمان انا يا رسول الله وجلس عثمان يعطي من الانفاق تبرع بمئة ناقة بمئة فيها بحمولتها وسلاحها وعتادها ثم قال النبي غفر الله لك يا عثمان ثم قال وعلي مثلها ثم قال غفر الله لك ثم قال وعلي مثلها حتى قال النبي ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم وكان المشهد صعب والناس جالسة تنفق معروفة قصة الجلاس بن سويد الجلاس بن سويد كان من المنافقين وكان في حضنه عمير بن سعد عمير بن سعد ربيبة يعني ولد زوجته وكان صغير عمره عمير بن سعد خمس ست سنوات وهو قاعد في حضنه قال لعمير بن سعد طفل لكن شوفوا اطفالهم كيف يفكرون قال يا عم يقول اميت زوج امه الجلاس يا عم اني جئت من المسجد ورسول الله يجمع الاموال والناس ينفقون ورى ما تدفع عن شيء مثله فنظر اليه قام يضحك طبعا يحسبه طفل صغير ما يفهم قال ايها الناس اسمعتم ما يقول هذا الغلام هذا الصبي والله ان كان ما يقوله محمد حق عليه الصلاة والسلام فان حميركم التي تركبونها اكرمكم الله والمسجد ومن يشاهدنا فان حميركم التي تركبونها افضل منكم قاموا يتضحكون منافقين جاهزين هذا الطفل انقهر كيف تضحك على هالكلام كيف تستهزئ برسول الله وتضحك فامسك لحية عمه قال يا عم والله لقد قلت كلمة ان انا سكت عنها قتلتني وان تكلمت بها فضحتني ان رفعتها في الشنب وانطمنتها في اللحية انت كلمت عنك فانت زوج امي وانعلم وانسكت فانت جالس تستهزئ برسول الله وهذا الكلام غير مقبول وانطلق هالصغير وطلع شوفوا التربية كيف ويوم دخل المسد الرسول على المنبر يجمع المال فقال الجلاس اه عمير بن سعد يا رسول الله ان عم الجلاس يقول فيك كذا وكذا الصحابة اسكت اسكت يعني طفل بازر جاهز ازعجنا هن عندنا مهمة اكبر قال دعوه تعال تعال ثم جابوه لي انصعد على المنبر وقف عند النبي قال اعد لي ما قلت قال اني جلست وقال لها القصة في حضن الجلاس فقال ان كان حميركم التي ان كان كقول محمد حق فان حميركم لتركبونها افضل منكم قال ادعوه الي الصحابة جيبوا لي الجلاس قالوا الصحابة يا رسول الله غلام صغير لا يعي ما يسمع وما يقول يمكننا ما هو بمركز طفل كيف تقبل كلامه قال ائتوني بالجلاس يام جاء الجلاس دخل قال ان الغلام حدثنا بحديثك آنفا عنه احقا ما قال تورط منافق قال الجلاس لما وقف والله ما قلتها واقسم بالله انه ما قاله يقول عمير بن سعد عمير بن سعد كبر واصبح من كبار الصحابة يقول عمير بن سعد والله وانا واقف امام رسول الله على المنبر ظننت ان الرسول سيكذبني فاخذتك امسك بثوب الرسول والله انه قالها والله انه قالها والله ما كذبت عليك قال والله ما قلتها او تصدق غلاما فيما اقول فسكت النبي حتى نزل جبريل يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد اسلامهم وهموا بما لم ينالوا ثم نزلت الايات تفرح الجلاس ابن سويد علما بان الله فتح له مجال التوبة وتاب رضي الله عنه وارضاه هذا بس مدخل حتى نستوعب انا ذكر طبعا غزوة تبوك في السيرة النبوية في هذا المكان قبل ثلاث سنوات لكن هذا مدخل عشان نستوعب مكانة هذه الغزوة والموقف اللي كان فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قلنا المسافة بعيدة والناس بدأت تتثاقل المنافقين جاهزين طبعا الرسول لما هاجر للمدينة كان فيها يهود وكان في مسلمين بس وخرجت الفئة هذه الثالثة اللي هي فئة المنافقين وبدأوا يقولون لا تروحون الرسول بيوديكم الف كيلو في الحر وحلالكم الان هل الاسجار والنخيل جاهزة للقطف والبيع والشراء بدأوا يتثاقلون فانزل الله يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض اراضيتم بالحياة الدنيا عشان فلوسكم وحلالكم والرطب اراضيتم بالحياة الدنيا من الاخرة فما متاع الحياة الدنيا في الاخرة الا قليل طيب ما المطلوب يا رب الا تنفروا شو التهديد يعذبكم عذابا اليمة ويستبدل غيركم ولا تضروه شيئا لا بغى الله بدل بدل ولذلك لا تظن انك افضل المخلوقين على وجه الارض الله تبارك وتعالى يستطيع ان يستبدلك ويأتي بغيرك ويستبدل غيركم ولا يتضروه شيئا والله على كل شيء قدير ثم يذكرهم الا تنصروه فقد نصره الله يذكرهم بالماضي اذ اخرجه الذين كفروا ترهم اثنين ثانية اثنين اذ هما بالغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبي لا تحزن ان الله معنا حتى قال الله ما المطلوب قال الله انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم ان كنتم تحلمون طبعا شوفوا هو تحدي صعب سماها الله غزوة ايش غزوة العسرة غزوة العسرة من شدة الاعسار فيها ولذلك قال الله لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه ايش في ساعة العسرة لانه موقف حرج الظروف التي تحيط بالنبي صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوة صعبة جدا 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 ما كان عندهم رواحل ما في لا ابل ولا خيول عدد قليل كانوا كل ثلاثة يركبون على بعير واحد يتفاوتون على البعير الواحد حتى وصلوا الى تبوك كعب بن مالك هو اللي يروي هذه القصة اسمعوا ترى انا عندي قناعة من خلال حقيقة تخصصي في السيرة اذا جاءك الشخص هو اللي يروي قصته تكون ابلغ لو جاءك الان بدر قال باعلمكم عن قصة حصلت لي بحايل قبل ثلاث سنوات الافضل تسمعها منه ولا تسمعها من صديق له اذا سمعتها منه وهو يرويها سيرويها لك باحداثها بتفاصيلها حتى مشاعره احاسيسا اللي كان يمر فيها ستكون واضحة امام العيان يقول كعب والقصة طبعا جاءت في سورة التوبة ترى سميت سورة التوبة عشان هالرجال هذا لانه تاب الله سبحانه وتعالى عليه خل بالك اول ما تسمع التوبة فالغالب يروح بانا للذنوب والمعاصي العامة لا 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 في ذنب بعض الناس ما يعرفه ذنب الفردية انا الحالي انا شغال ع نفسي انا وعيالي انا وبيتي مش علاقتي بالناس بين الحالات هذا الاناني اللي يعيش لنفسه هذا مرفوض الان في الكورة اذا سار واحد ما يعطي ربع اللي معه في الكورة يقولون عنه اناني ان في الحياة الله خلقنا لنتكاتف ونتعاون ونتعاضد ونجتمع ولذلك اذا سمعتم سورة التوبة اللي عايش النفسه ما عنده هم لا لدينه ولا لرسالته ولا لامته ولا لمن حوله انا اقول اهتب مما انت فيه عليك بالتوبة لان كنت جالس تعيش للخاص وتركت العام ولا عندك انا انادي رجال الاعمال اناشد الحقيقة المفكرون اناشدكم انتم ايها الاعلاميون اناشد كل انسان يريد النجاح يجب ان تعيش للامة ما تعيش لوحدك معقولة قصة لان رجل ما راح يقاتل تنزل هالسورة وتقرأ الى قيام الساعة نعم معقولة ولذلك انا بقولكم شيء كعب بن مالك ما خرج في غزوة تبوك وتخلف عنها يقول كعب بن مالك والله لم اتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها الا غزوة تبوك كانه يقول تراني منكم لا تسئون الظن فيني انا مؤمن انا تخلف طبعا تخلف في غزوة بدر غزوة بدر غزوة بدر تعرفون كانت غزوة لم يكن النبي ذهب للقتال الرسول خرج للعير ثم قابل العدو فحصلت المعركة ولكن غزوة تبوك لا الموضوع يختلف والظروف كذلك تختلف ثم جالس يقول كعب بن مالك والله ما تخلفت عن معركة الا غزوة تبوك واني شهدت العقبة العقبة اللي هي البيع اللي تمت البيع اللي تمت مع النبي سلام مع الانصار يعتبرونها اهل المدينة و بعض اهل السير ان مكانتها مثل مكانت غزوة بدر يقول كعب بن مالك والله اني شهدت يوم العقبة او ليلة العقبة واني ارى انها مثل بدر في المكانة الا ان بدر شاع شاع ذكرها بدر شاع ذكرها وانتشرت والعقبة مثلها في المكانة ومثلها في القيمة قال وكان النبي عليه الصلاة ولم اكن انا شوفوا شوفوا الصدق مع النفس الصدق مع النفس ولم اكن وقت غزوة تبوك اقوى مني حالا افضل مني ما فيه كان جسمي نشيط وانا شاب وعندي جلد وعندي دابتين عندي بعيرين مو بواحد يعني اقدر اطلع وعندي مال فلم يكن حالي ايسر مما كنت عليه في تلك الغزوة والله ما اجتمعت عندي راحلتين وما تقويت الا في تلك الغزوة عندي كل المقومات اني اخرج مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول وكان النبي اذا اراد ان يخرج الى غزوة يوري وش معنى يوري لا يوري يعني من التورية قال يوري بمعنى لا لا ما يعلمهم اين سيذهب يقول له مثلا سنذهب في الطريق من الشمال الى الشرق ما بينهما ويبغى الشمال اصلا لكن حتى لا يصل الخبر للعدو الا في غزوتين علمهم الرسول في غزوة تبوك قال لم ترى بنطلع التبوك عطاهم العلم قبل يروح والسبب ليش السبب لان المسافة بعيدة والظروف صعبة ولابد الناس يتهيئون للغزوة هذه الصعبة واخبرهم في غزوة خيبر غزوة خيبر طبعا لان الله انزل عليه انه سينتصر فيها اما بقيت الغزوات كان الرسول يخرج ولا يخبر احد حتى لا ينتشف وهذا من وهذا من الذكاء والحرب كما يقال خدعة ولذلك النبي صلى عليه وسلم كان يخطط للحرب وهذا ايضا فيه رد على من يتهم ديننا ديننا مهو بدروشة ديننا ليس فوضى ديننا تخطيط وترتيب ومعرفة باحوال السياسة والعسكرية والظروف المحيطة فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كعب كان النبي يوري الا في غزوة تبوك يعني النبي سلم في غزوة تبوك اخبرنا ثم اسمعوا ماذا قال قال فلما اراد النبي عليه الصلاة والسلام ان يخرج بدأت انظر له ثمار يعني النفس بدأت تقول لي ها وش يوديك ابن حلال الثمار زينة والتمر هذا هو جاهز والنخل منتهي يقول فبدأت وانظر الى الثمار فاقول في نفسي اتجهز غدا لان الناس مثل انتم لما جيتوا القرية ما روحتوا السوق تقضروا لكم مقاضي حق ثلاثة شهور وتتهيأ لما ستذهب اليه يقول فبدأ الناس يتجهزون وبديت انا اقول غدا اجهز نفسي انا اقدر اجهز نفسي وسهل وعرف المداخل والمخارج وادل السوق يقول فتماديت هذا كلام كعب والحديث في الصحيح قال فتماديت والمسلمون يتجهزون قال فلم اقضي شيئا يعني تسويف 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 وهنا كلمة لابد ان اقولها اياك ان تسوف في امور الخير اذا فتح لك باب اذا هبت رياحك فاغتنمها يقولون في شائب يقول لولده وان كان هالكلام طبعا موه بصحيح انتم كان عندكم ماضي الاسبوع الماضي كلام عن المرور والحوادث وفيقول يقول ميد ولده لا منها ولعت لشارة وش تسوي لسارة حمراء يختبره قال لسارة حمراء وقف قال ما شاء الله ممتاز يبي يعطيه سوق يبي يختبره قال طيب لا سارة خضراء قال لا فالخضراء امشي قال لا سارة صفراء قال تغانمها قال لا ان لا تغانم ولا جلا هد وقف حلنا نقول في مجال الخير انفذ اذا فتح لك الله باب من ابواب الخير والفرص خاصة اذا كنت تعرف انها لن تتكرر فلا تضيعها فيقول كعب بن مالك فتجهز الناس ولما تجهز الجيش غادر رسول الله وغادر الصحابة واصبحت الصبح اسأل عنهم قالوا مش هو يقول فاخذتني الحسرة كيف هو يسوف له كم يوم والناس يالس يستعد يقول فاخذتني الحسرة وانا لم اتجهز فقلت في نفسي الحقهم غدا او بعد غد شوفوا الشيطان لا يزال بكرة بجهز عمري وبالحقهم او بعد بكرة سالحقهم يقول فجلست امني نفسي بمثل هذا الكلام فرجعت ولم اقضي شيئا ثم غدوت ولم اقضي شيئا يقول وبدأت اناظر نفسي الجيش طلع والناس غادرت والنبي السلام راح يقول طلعت مستحي في المدينة بشوف الوضع وشوف في المدينة ثلاثين الف يا جماعة ثلاثين الف خرجوا مع النبي في غزوة تبوك يعني من بقى في المدينة يقول فخرجت ادور في المدينة والله لقد تراك ما علي الحزن والهم ليش يا كعب قال لاني لم اجد الا اثنين الا رجل مغموس عليه النفاق منافق معروف وانا رجل قد بلغ به العذر اما اعور ولا اعرج ولا لا يمشي ولا اعمى ليس على الاعمى حرج ولا على المريض يحرج ولا على الاعرج يحرج يقول هذول اللي لقيتهم يقول فزادت حسرتي شوفوا حجم الحسرة اللي جالس يشعر به رضي الله عنه وارضاه ترى شوفوا بعض الصحابة او بعض الناس جول النبي يبغون يطلعون في الغزوة منهم معروفة في يسمونهم في قصة تتبوك البكائين قالوا يا رسول الله انما عندنا لا فلوس ولا عندنا راكبة ولا عندنا شي نركب عليه فاخرجنا معك قال والله ما عندي ما احملكم عليه ما عندي لكم لا دواب ولا اموال ارجعوا قال الله تبارك وتعالى تولوا واعينهم ايش تفيضوا من الدمع حزنا ان لا يجدوا ما ينفقون هم جايين يبغون يطلعون هذول يرجعوا يصيحون يبكون يبكون الليل على انهم ما استطاعوا ان يخرجوا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عذر امثال هؤلاء كعب بن مالك يقول فلما نظرت اقول في نفسي ماذا فعلت كيف يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ولا اخرج معه الناس ما فيها لا منافق ولا رجال معذور والنساء والاطفال يقول بعدين علموه الصحابة لما رجعوا قالوا فلما بلغنا تبوك قال النبي ما فعل كعب وسو كعب الرسول قلبه مع كعب لكن كعب تخلف يقول لما بلغتني هذه الكلمة كنت اناموت يعني الرسول يسأل عني حتى ان الرسول يقولون الصحابة كان يترقب كل ما شاف احد جاي ينظر يقول لعله لعله هو يقول فسكت يناظر فيه رجال مقبل وهم في الطريق يقول فيرى النبي سرابا فظن انه كعب فننظر يقول حنا نقول يا رب اني يكون كعب على ساس الان الرسول يهدى قال فلما اقبل فقال النبي عليه الصلاة والسلام كن ابا خيثمة رجل يقال له ابا خيثمة كن ابا خيثمة قال فاذا به هو ابو خيثمة الانصاري هذا ابا خيثمة لها قصة تصدق بصاع من تمر لما لمزوه المنافقين وهذا مو بوقت ذكرها لكن هذا الصحابي رضي الله عنه يقول كعب انا الان من يوم راح الرسول وانا احترك والحسرة ذا بحثني اسألكم بالله عمركم شفتوا شخص صريح مع نفسه الى درجة انه يقول للناس وش كان يفكر فيه يعني رجال جالس يقول كنت افكر واه مهموم وانا ما عندي شي اسمعوا الكلام يقول فلما اقترب عودة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرسول خلاص قرب يرجع وبلغني ذلك يقول حضرني من الحزن وش اقول الهلان كيف اعتذر لرسول الله ماذا اقدم بين يديه عذر وش عندي عذر لاني بمريض ولا اعرج ولا اعمى وليس والمال موجود والراكبة موجودة قال فطفقت اتذكر الكذب قلت ما فيها الا اكذب على رسول الله ابا اكذب عليه وبجيب لي عذر من الاعذار وبقول عني لانهم جوا جاء بعضهم قبل يروحون هو شاف الناس لما قال رسول نادى النبي صلى الله عليه وسلم في المشتد ان الله امرني ان اجمعكم حتى نغزو في تبوك دخلوا عليه يا رسول الله والله بعودت علينا الشقة المسافة طويلة وهذا حر ولا عندنا ما نركب عليه وكان الرسول يعذرهم يعذرهم بالظاهر قال الله لو كان عرضا قريبا لو كانت دنيا بهذه رهمات او سفرا قاصدا يعني في غنيمة سيغتنمونها لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة يعني السفر وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون انفسهم والله يعلم انهم ايش لكاذبون كذبين ولذلك بقولكم شيء اخوان واللي يشاهدوننا قد تضحك علي واضحك عليك لكن هناك رب لا تخفي عليه خافيه لجب يجب وجوب ان تدرك ان الله يطلع عليك وان الله سبحانه وتعالى يعلم انت صادق او لا هم جلسوا يتعذرون حر شفتوا الرسول السوى في ربعة ما اخذهم في الحر وفيها الشمس الهجير قال الله جل وعلا فريح المخلفون اللي قاعدين فريح المخلفون بمقعدهم عددهم اثنين وثمانين شخص فريح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر ليش قال لا تنفروا في الحر يظنوا ان الحرارة وان الشمس وان قد نتضرر قال الله قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون كانوا يضحكون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون لما قام الرسول الذي يقول للناس من يذهب معنا نقاتل بني الاصفر فيه رجال يقال لها الجد ابن قيس هذا شجاع من كبار المنافقين قال لها النبي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا جد يا ابن قيس هل تقاتل معنا بني الاصفر لان يقلوا ان بني الاصفر هذا ابن قيس يقلوا ان كان يتوعد شفتوا الرجال اللي ما عندنا له هياط يقل له حصل لمقابلتهم فعلت وتركت وذبحت وسنعت قال الرسول يا ابن قيس سنقاتل بني الاصفر اتكون معنا? قال يا رسول الله انني انك تعلم ان بنات بني الاصفر جميلات يسمون بني الاصفر انهم شقر شقر ان بني الاصفر جميلات واني رجل اميد للنساء ولا تحمل وخاف روح انفتن شف العذر هذا عذر على ميذوله هذا خط مخرج جسمه فالنبي صلى الله عليه وسلم هو يقول لا اذلي ولا تفتني قال الله تبارك وتعالى ومنهم من يقول اذلي ولا تفتني على في الفتنة سقطوا وان جهنم لمحيطة بالكافرين اقعت خلك مدامك تقول ما تبغى تروح وانك تتعذر في نساء وليس من اجل النساء لكنه الخور والتخلي عن رسول الله يقول فتذكرت الكذب قلت ما لي حل الا اجهز لي عذر كذبا واكذب يقول فاستشرت ومن حولي قالوا من مشكلة اكذب وتمشي امورك يقول فاستعنت على ذلك يقول حتى بلغني عودة رسول الله بعد خمسين يوما اول ما دخل الرسول نادى منادي وصل رسول الله وصل رسول الله وكانت من عادتي عليه الصلاة والسلام اذا سمعتم اسم النبي صلى عليه وسلم وتسليما لان الذي انقذنا الله به من الضلالة الى الهدى هذا النبي عليه والذي اخرج الله اخرجنا من الجهل الى العلم هو رسول الله والذي دلنا بعد التخبط الى الهداية هو رسول الله فصلوا عليه وسلم وتسليما وابشركم بشارة انتم اللي شاهدونا ان سلامكم الان انت يا بن جخير قل اللهم صلي وسلم عليه الان هذا الصلاة والسلام وصلت الى رسول الله الان كل من صلى على رسول الله انت وانت أطفالكم اللي جالسين تشاهدوني صلوا على محمد عليه الصلاة والسلام إن صلاتكم تبلغني يقول ما من أحد يصلي علي إلا يرد الله إلي روحي فأرد على من صلى وسلم عليه الصلاة والسلام اللهم صلي على محمد صلاة دائمة ونشهد الله على محبته يا حبيبي يا رسول الله الله يجمعنا بفل جنة فقولوا آمين فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا رجع أول ما يدخل يروح للمسجد كان يبتجئ بالمسجد نادى المنادي وصل رسول الله والصحابة ينتظرون الرسول يروح للمسجد فيصلي ركعتين وهذه سنة بالمناسبة خاصة من اشتهر وعرفتها الناس كبير ربعة شيخ له قيمته يعني من السنة أنه يجلس في مكان يشوفونها الناس يسلبون عليه فالنبي يروح يصلي في المسجد الشيخنا الشيخ بن بازل الله يغفر له كان إذا رجع من سفر أول ما يروح للمسجد مرة راح للمسجد بيأدي سنتين بيأدي ركعتين فلوم جاء لقى باب المسجد مقفول وفصخ بشته عند الباب وصل ركعتين عند باب المسجد اتباعا لهذه السنة فالنبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ عليه الصلاة والسلام في المسجد يقول أول ما دخل الرسول اسمعوا كلمة سبحان الله بعض الكلام يجب أن نقف معه قال فزاح عني الباطل الكذب لا لا قد في الله ما كذب يقول كنت خططني أكذب فلما وصل رسول الله زاح عني الباطل قلت والله لأصدقن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمعت الصدق يقول رحت المسجد طبعا الرسول أول ما دخل كان فيه رجل اسمه ابو لبابة ابو لبابة معها عشرة معه تسعة هم عشرة ما راحوا يجاهدون ولا عندهم عذر واستوى ابو لبابة جاء وجاء معه سبع وربطه انفسهم في العمدان من يوم راح الرسول ربطوا انفسهم في اعمدة المساجد في السواري قالوا والله ما نطلق انفسنا حتى يرجع رسوله ويطلقنا من هذا المكان ويوم دخل الرسول شافهم ربطهم قال وش عند ذولي ما الذي فعل بهم هكذا قالوا هذا ابو لبابة واصحابه تخلفوا عنك يا رسول الله وربطوا انفسهم في السواري وحلفوا ان لا يفكوا انفسهم حتى تطلقهم قالوا والله لا اطلقهم ولا افكهم حتى يقضي الله فيهم لقد تخلفوا عني ورغبوا عني بلغوهم قالوا رسول حلف قالوا انا ما افككم ليه ان الله يحكم فيكم قالوا والله لا نطلق انفسنا حتى يأذن الله لنا اما حنا والله ما راح نفك انفسنا لو يسير اللي يسير يقول فجلسوا على هذه الحال فلما نزل قول الله جل وعلا خلطوا عملا صالحا واخر سيئا عسى الله ان يتوب عليهم انه هو التواب الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا اليهم فاطلقوهم ينفكوهم قالوا يا رسول الله خذ هذه اموال لنا تصدق بها عننا واستغفر لنا قال ان الله امرني بان اطلقكم ولم يأمرني بان اخذ صدقاتكم او اموالكم فانزل الله جل وعلا خذ من اموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم بها ان صلاتك وصلي عليهم ان صلاتك سكن لهم صلي عليهم يعني ادعو لهم واستغفر لهم فاخذ النبي اموالهم وتصدق بها عنهم واستغفر لهم وقبل الله سبحانه وتعالى توبتهم يقول كعب بن مالك يوم انفكوا ذلي في المسجد دخلنا يرحمك الله دخلنا الى النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد يقول فاذا بالنبي يصلي ركعتين وجو الناس اللي تخلفوا ثمانين وبضعة يعني اثنين وثمانين ثلاثمين رجال يقول فوقفوا عند رسول الله وكل منهم يعطيه عذار والله يا رسول الله اني بغيت اروح معك لكن زوجتي كانت مريضة والله يا رسول الله اني كنت ذاك اليوم بطني وجعني والله يا رسول الله ان الحر ذاك اليوم والله ما عندي مال يقول والناس تعطي عذار والرسول يقول قبلت منكم غفر الله لك قبلت منك غفر الله لك قبلت منك غفر الله لك أبس ألك سؤال أنتم اللي تشاهدوني وأنتم يا شباب أسألكم سؤال واحد إذا سألك النبي صلى الله عليه وسلم أنت الآن أنت يا بو فهيت وأنتم جميعين قالك تخلفت مرة عن الصلاة ولا لا تخلفت عن سنتي أمرتك بسنة ولم تأتي بها أنت اللي تشاهديني ليس أمرك النبي صلى الله عليه وسلم بالحجاب إذا سألك يوم القيامة قال ماذا فعلت بالحجاب الذي أمرتك به شو راح تقولين هذا سؤال مهم الرسول عليه الصلاة والسلام سيسألنا ويجب أن نعرف أن كعب بن مالك تخلف عن سنة واحدة عن موقف واحدة كم مرة تخلفنا نحن كم صلاة فاتتنا كم تخلفنا عن طاعة لوالدين كم تخلفنا عن صلوات وعبادات وطاعات كم فعنا من منكرات ومعاصي وذنوب يا جماعة كعب بن مالك تخلف مرة واحدة وراح تشوفوا الآن وش سار له تخلف مرة واحدة طيب اللي تخلف عشر مرات وعشرين مرة وسنتين وثلاث سنوات وثلاثين سنة بعض الناس شابت لحيتها على الباطل والمعصية بعض الناس احدود بظهر على معصية الله كم مرة تخلف ولذلك يقول هنا كعب بن مالك فاقبلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهؤلاء يعتذرون منه يقول فبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم الى الله يقول رضي الله عنه اسمعوا ماذا يقول يقول فاقبلت فجئت الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اول ما اقبلت عليه ورآني يقول سلمت عليه فتبسم تبسم المغضب شفت ضحكة اللي زعلان عليك يقول فتبسم تبسم المغضب ثم قال لي النبي صلى الله عليه وسلم شوفوا الرسول في هاللحظات نزلت عليه لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الاخر ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم والله عليهم بالمتقين طيب من يستأذنني انما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر وارتابت قلوبهم وهم في ريبهم يترددون يقول كعب بن مالك اول ما اقبلت عليه قال تعال يا كعب تعال يقول فجئت مستعي مش يقول له الان فقال له الرسول سلم كعب ما الذي خلفك ما خلفك يقول فنظرت اليه قلت يا رسول اقال ما الذي خلفك الم تبتع ظهرك يعني ما اشتريت بعير قبل المعركة قلت بلى يا رسول الله قال ما الذي خلفك قال يا رسول الله والله لو انا امام رجل غيرك من اهل الدنيا لو يناديني اي ملك من ملوك الدنيا لان شاعر متحدث هو وسألني هذا السؤال لعندي من الاعذار لاني عندي جلت عندي كلام وعرف اشيء نقول اعرف كيف اتكلم ولكني والله يا رسول الله لقد علمت انني لان حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني مثل ما قال لي قبلي انا ممكن اعطيك عذر وتقبله مني مثل اللي قبلي ترضى به عني ليوشكن الله ان يسخط علي ويجعلك تسخط علي ولو حدثتك يا رسول الله حديث صدق تجد علي فيه لاني لو قلت الحقيقة رح تزعل مني وتسخط علي يا رسول الله لكني ارجو عقبته حسنة ورحمة الله التي وسعت كل شيء والله يا رسول الله ما كان لي من عذر والله ما كان لي من عذر والله ما كنت اقوى من ذلك اليوم الذي خرجت فيه والله ما كانت اقوى من ذلك اليوم كانت عندي دابتين وكانت اموالي في خزنتي وكنت قويا شابا جلدا وليس لي عذر يا رسول الله فنزل رسول المرأسه قال صدق هذا صدق هذا يعني كأنه يقول ايش? اللي كانوا قبله كذبوا. اما هذا فقد صدق قم يا كعب اذهب حتى يقضي الله فيك. انا مقدر اقول شيء. يقول يوم قمت انا دائما اقول ان الانسان احيانا يصل مرحلة لو كان فيها صادق مع الله انقذه الله لان الصدق من جات. لكن المصيبة حينما يضحك عليك الشيطان وتظن انك انت على حق. يقول ما امداني يطلع من مسجد المسجد الرسول اللي قالوا يا كعب لماذا اعترفت له? لماذا لم تقل كما قال الذين قبلك? في الناس قبلك ثمانين رجال. دخلوا عليه فاعتذروا فقبيل عذرهم وقال قم غفر الله لك قم غفر الله لك. كان اعتذرت مثل ما اعتذروا اخطأت على نفسك والله ما عرفناك رجال المذنب اول ذنب ترتكبه والرسول صلى الله عليه وسيغفر لك. قال هو يقول فجالوا يؤلبونني يؤلبونني حتى كنت ارجع واكذب نفسي. يقول والله اني بغيت ارجع ويقول يا رسول الله تلاني كنت اكذب عليك قبل شوي. قال فقلت لهم ادخل على رسول الله احد غيري وقال نفس كلامي فيه ناس جاء اعتذروا مثلي قالوا الصدق ولا لا? قالوا ايه نعم هناك رجلين اثنين ادخلوا عليه قالوا له زي ما قلت ما عندنا شيء. فرد عليهم كما قيل لك. يقول فقلت الحمد لله من هما? منهم الثنين ذو ولي? قالوا رجل يقال لهم مرارة ابن الربيع والثاني يقال له هلال ابن امية. قلت هذين اثنين شهداء بدر. وهم اصحاب النبي صلى الله قدوة يقتدى بهم. اللهم لك الحمد والله لن اعود وساكمل ما انا فيه. واني عالم ان الله سوف يصدقني لانني صدقته. الصدق يا جماعة شوفوا. انا بقول لكم شيء. الصدق من جات لما اذا بغيت ترى يقولون دائما لما تتذكر مصيبتك او تشوف مصيبتك تذكر ايش? مصيبة غيرك. الله ماذا يقول ولا تهنوا في ابتغاء القوم? ان تكونوا تألمون ايش? فانهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. يقول فلما ذكروهم لي مضيت خلاص واتوكلت امري لله. المصيبة واش شيلان? الان قاموا اعترفوا. يقول شويك فاذا بالرسول ينادي. ايها المسلمون اني انهاكم ان تكلموا هؤلاء الثلاثة. يا دافح البلاء. عرفت الموقف كيف? كيف? يا ايها الناس اني انهاكم ان تكلموا هؤلاء الثلاثة. لحد يكلمهم. اهجروهم. قاطعوهم. الهجر هنا هجر محمود. لان فيه هجر محمود. وفيه هجر مذموم. ومو بيروح بعض الناس يقول هذا الرسول يقول له. الهجر من اجل طاعة الله. او كف عاص عن معصية الله. ما لم يترتب على ذلك ضرر. ما لم يترتب عليه مفسد اعظم? هذا يقدره الانسان حسب ما يراه مناسب. اما الهجر المذموم المنهي عنه انك تهجر انسان من غير سبب او من اجل امور الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يهجر المسلم اخاه فوق ايش? فوق ثلاث. يعني اذا كنت ولابد ثلاث ليالي. اما هذا هجر محمود لانه في مكانه. قال الشاعر قسى ليزدجروا ومن يكو حازما فليقسو احيانا على من يرحموا. يحيانا تكون القسوة في مكانها حتى على من كنت ترحم. يقول فهجرنا الناس. ولا حد يكلمنا. السلام عليكم ما يردون السلام. يقول فدخلت السوق. كعب ابغى اشتري. يقول جيت عند بضاعة قلت ما ادن اللي يبيعها بكم? يقول ما ارد عليه. بكم بكم? يقول اضع البضاعة وامشي. يا جماعة ترى هذا الموضوع مهم سهل. تخيل انك الان انت مأمور عليك في في مثلا في البلد ان لا احد يكلمك. ولا احد يرد عليك حتى السلام. يقول حتى تنكرت علي نفسي. وتغيرت الارض. احيانا الدنيا تشوفها قدامك صغيرة. وهذا هو مصداق الله تبارك وتعالى. وعلى الثلاثة الذين خلفوا. حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت. وضاقت عليهم انفسهم. وظنوا ان لا ملجأ من الله الا اليه. يا جماعة ترى لما تضيق بك الدنيا ويحصل مثل هذا الموقف ما يدري بعدين على فكرة ما يدري ما يكلمونه. الرسول ترى ما قال لا تكلمونهم مدة خمسين يوم. كان نقول راح يوم الان انتم بتحسبون كم لكم الان في البرنامج. انتم معارفين كم راح وكم بقع. لو كانت المدة معروفة كان يحسبها كعب. راح يومين باقي اربعة راح كذا. لكن المدة غير معلومة. ليش? ليش? الله امر النبي صلى من يأمر الناس انهم ما يكلمونهم. شو السبب? هو نعم لكن السبب الرئيسي انك انت يا كعب اخترت الفردية. قلت انا الحالي يلا خلك الحالك. الجزاء من جنس العمل. انت لما تنصلت او تخلفت عن 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 ركبنا وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طبعا المخلفون اربعة اصناف. اللي تخلفوا اربعة. مأمورون في ناس امرهم النبي. منهم اللي امرهم النبي المجلسون في المدينة? لا اعرف ش ام هبوه ميتين. لا لا. المأمورون في ناس امرهم. هم عندنا اربعة اصناف تخلفوا. الصنف الاول المأمورون المأجورون. هو ما طلع ومأجور. ما مشيتم ما سلكتم واديا ولا سلكتم طريقا الا كان لهم مثل ما لكم. يعني من الاجور. قالوا وهم في المدينة يا رسول الله. قالوا وهم في المدينة حبسهم العذر. هؤلاء المأمورون منهم علي بن ابي طالب. ومنهم كذلك محمد بن مسلمة. وعبد الله بن ام مكتوم. علي بن ابي طالب قال الرسول اجلس يا علي لا تخرج معنا. عانا يا رسو علي السيف المخضرم. قال له اجلس يا علي تخلفني في اهلي وفي المدينة. يوم طلع الرسول جاء المنافقين قالوا يا علي ما يبغاك الرسول انت رجال انذقيل طينة. انت رجال الرسول يبغي يخفف منك ما يبغاك. فضاق علي فلحق بالرسول سلم. يقول فلما ارتفع النبي سلم على الثانية فاذا بيئ خلفه. قال له ما الذي جاء بك يا علي? الم امرك ان تجلس في المدينة تخلفني? قال انهم يقولون عني انك ما تركتني الا لانك تثاقلتني. قال لا والله كذبوا يا علي. على يرضيك ان تكون مني كما كان هاروم من موسى الا انه لا نبي بعدي ارجع يا علي فانك مأمور. هذا علي بن ابي طالب من المأمورين المأجورين. هذا واحد. اثنين الذين لم يخرجوا معذورون وهم الضعفاء. منهم السبع البكائين او العشرة. اللي لم يجد ما يحملهم عليه. تولوا واعينهم تفيضوا من الدمع. بعضهم ما لقى. اي ايداب بيركب عليها. هذا معذور او اعمى او اعرج او مريض. الثالث اللي هم عصات مذنبون. ومنهم كعب بن مالك رضي الله عنه. والثلاثة الذين كانوا معه. وابو لبابة. هذا يربط نفسه واصحابه في سواري المسجد. هؤلاء عصات لكن الله تابع عليهم. ومنهم المنافقون الملومون. الذين هم كذلك يأثمون. اللي هم المنافقين لتخلفوا من غير سبب. لكن خذلانا للنبي صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. الشاهد من الكلام يقول تنكرت علي الدنيا. وسارت الدنيا عندي صغيرة جدا 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 جدا. لكن الله اراد بالصادقين. ترى هذا دليل على صدقهم. لان الباقيين ما امرهم الله ان الناس يقاطعونهم. لان المنافق جرمه اعظم ولذلك ستكون محاسبة اكبر واعظم. يا ترى موقف كعب بن مالك وهو يجلس مع نفسه. يقول ليش تخلفت? ولماذا تركت? يوم كانوا في الطريق كان معهم منافقين ترى. قال بعضهم القصة المشهورة ان من لم نرى من هؤلاء اشبعوا منا بطونا واجبنوا عند اللقاء. ترى الرسول اللي مع ذولي ما عندك احد. هذا كلامهم. جبناء لجوا لا يلتقون. انت انت وصل الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم. ارسل عمار. قال يا عمار اذهب الى قومك. فقد يحترقوا. اللي جايزين انتوا يتكلمون علينا. احرقتهم النارهم في الدنيا. فاسألهم عن مقولتهم. ان اجابوك. وان لا فاخبرهم بما انزل الله علي. ماذا انزل عليك? يحذر المنافقون. ان تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. قلوا استهزئوا. ان الله مخرج ما تحذرون. ولين سألتهم? ليقولون انما كنا نخوض ونلعب. قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. هذا ما ينفع الكلام هذا. ولو في ناس اللي كانوا في المدينة الله ما يبغاهم يطلعون. وانتبه ان تكون ممن لا يريدك الله في صفو الطيبين والصالحين. ولو ارادوا الخروج ايش? لو اعدوا له ايش? عده. لكن وش السبب? ولكن كره اللهم بعاثهم. الله ما يبغاهم. فثبتهم. وقيل اقعدوا مع القاعدين. اذا سمعت المؤذن يقول الله اكبر الله اكبر حي على الصلاة ثم تتثاقل في العبادة. اذا قاموا الى الصلاة قاموا ايش? قاموا كسالة. اعرف انك قد ربما تكون ممن دخل تحت. فكره اللهم بعاثهم. اذا قالت لكم يا ولدي. يا قرة عيني. يا حبيبي. قم ونمك جب لي كذا. وتثاقلت وجاك الشيطان وبدأت تتعذر باعذار. ليس لها وجه. اعلم ان الله ما ارادك ان تكون. قال اقعدوا مع القاعدين. اذا جيت تلبسين العباية التي على الرأس وتسترك وتحشمك. وقرأت هاشتاك. هناك من ينادي بنزع العباءة والحجاب. وطاوع فيهم. اعرف انت ايتها المباركة انك ربما تدخلين في هذا القول. قيل اقعدوا مع القاعدين. ولذلك المسلم لا يكون متردد خاصة في امور الطاعة والخير. بل يقوم ويعلم. يقول اما انا في يوم سمعت الخبر ان ما احد يكلمنا. يقول اما صاحباي اسمعوا اثنين. اثنين. يقول اما صاحباي فاستكان. يعني قعدوا في بيوتهم. وقعد في بيوتهم يبكيان. واما انا يقول له كعب. فكنت شابا جليدا. وكنت اخرج فاشهد الصلاة مع المسلمين. واطوف في الاسواق. ولكن والله لا يكلمني احد. ادخل في السوق ابيع. اشتري. ما حد يكلمني. يقول حتى تنكرت لي الارض كلها. وجئت الرسول صلى الله عليه وسلم في مجلسه. دخلت في المسجد. كعب جريء. يقول دخلت في المسجد والرسول يحدث اصحابه. يقول فنظرت ليه فنظر. يقول فلما نظرني ابتعد بعيني عني. موقف صعب صحة لا لا. لما تجي للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة الرسول يقف عند الصراط. احذر. ان الرسول يقف على طرف الصراط وتجي ويصد عنك. انتبه. انتبه يقول انت تخلفت. انتبه ان يقول انت تخلفتي. ما قرأت سورة التوبة سيقول لك النبي سلم. علم تقرأ سورة التوبة? ما بلقكم قصة كعب بن مالك يوم انت خلف وكيف انا هجرته وتركته. فلا يأتي يوم القيامة ويصبح الانسان لا يستطيع حتى يسلم. يقول فسلمت عليه. يقول ما دني هو رد السلام ولا ما رد. لكني كنت يعني اتابع شفتيه. اشوف تحركت اقول لها رد علي لو بالسر. وعليكم السلام. يقول كنت اظن انه رد علي دون ان اسمع. قال ابن ابن مالك. فكنت قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم. فكلما رمقني بعينه تركني. يقول وضاقت بيد دنيا حتى الرسول يصد عني. يقول رجعت الى بيتي. وجاري الجدار بالجدار ابن عمي. ابو قتادة. ابو قتادة هذا ما لقاله فرس. يوم جاي يروح مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فاتيت النبي صلى الله قلت يا رسل لا اجد ما احمله. قال فجاء احد من انصاره واعطاه فرسه فذهب. فدع له النبي صلى الله عليه وآله وسلم. شاهد الكلام. ان ابو قتادة يقول رجاله كعب ابن مالك يقول تسورت السور. يعني تسلقت السور. ورقيت فاذا بابي قتادة في بيته. قلت يا ابن عمي سلام عليكم. ما يقدر يرد عليه ممنوع. يقول ما رد عليه. قلت يا ابا قتادة رفيقك ابن عمك. انا كعب. يقول ما رد عليه. ابا قتادة السلام عليك ورحمة الله ناشدتك الله. ناشدتك الله. هل تعلم اني احب الله ورسوله ولا لا. تعبان من زعج من داخل يبغي تأكد. يقول ما رد عليه. قلت ناشدتك الله يا ابا قتادة. الا تعلم اني احب الله ورسوله. يقول ما رد عليه. يقول حتى الثالثة. فقلت الله ورسوله اعلم. يعني لا تدخني في الموضوع هذا يقول ففاضت عيناي وتوليت ونزلت من الاجدار اللي كنت متسلقة ورجعت يقول فبينما فخرجت وبينما انا امشي في المدينة تعبان يقول ادور في المدينة ما حد يكلمني لا ولد عمي ولا اصدقائي ولا اصحابي ولا جيراني ولا اهلي الدلية تغيرت فيه مسجد مروا عليه اسمه مسجد الضرار متى بنوه المنافقين بنوه المنافقين قبل غزوة التبوك يجهزون هذا المسجد بنوه للاضرار بالمسلمين حطوه منارة يعني ظل وستار يتسترون بالدين كذبا على اساس يدسون السم في العسل اليوم عندنا منافقون يتسترون بهذا الستار ما هم شرط ابن مسجد يتكلم بلساننا ويلبس ملابسنا ويبكي بعد معنا دموع التماسيح ويفعل كل شيء لكن الخنجر معه في اي لحظة قد يطعنك وحزامها الناس في بطنه في اي لحظة قد يفجرك وهؤلاء منافقون سواء اليمينيين او اليساريين سواء المتطرفين الارهابيين والمكثرين المفجرين او المنافقين اصحاب الانفتاح اللبرلة والعلمانية اللي يريدون اقحام المجتمع في تغريب وفي ضياع وفي تفسخ وكلهما طرفان منبودان وهؤلاء هم ينطبق عليهم هذا اصحاب الذين اتخذوا مسجدا ضرارا مسجد الشكل مسجد اتخذوا مسجدا لكن ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن والله يا محمد ما بيننا اهل الوجه الله ولا قلنا اللي لنصحكم ولا يحلفن ان اردنا الا الحسن والله يشهد انهم ايش انهم لكاذبون كذبين لذلك حتى في سورة المنافقون ماذا قال الله عنهم قالوا نشهد انك رسول الله والله يعلم انك رسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون ليش تحلفون اتخذوا ايمانهم جنة وقايا فصدوا عن سبيل الله هذا اخبار ولذلك هؤلاء المنافقون موجودون في كل مكان بالمناسبة اول ما جاء النبي المدينة اول ما رجع المدينة مباشرة امر رجلين اثنين بان يهدموا المسجد وان يحرقوه فهدم هذا المسجد الضرار واحرق هذا المسجد الضرار كعب بن مالك يقول ضاقت علي الدنيا شوفوا شوفوا المواقف شوفوا البلاء تلو البلاء يقول بينما انا امشي في المدينة اذا برجل نبطي فاللاحظ من فلاليح الشام من اهل الشام جاي من الشام جاي من وين من عند الغساس اذا اول ما اقبل يسأل الناس اين كعب بن مالك المنافقين يتربصون يصطادون في الماء العكر اين كعب بن مالك يقول الناس ما يتكلمون معه قالوا اذا ويشرون يقول فاشاروا علي فجأني هذا النبطي الفلاح يقول قال انت كعب قال نعم انا كعب قال خذ هذا الكتاب خطاب يقول يوم فتحت الخطاب وشه قال فلما اخدت منه كتابه يقول هذا الكتاب الذي كان معه جاءني من ملك غسان ملك غسان سمع بالقصة وان طبعا تعرفون كعب بن مالك رجل شهير وشاعر ورجل متحدث وخطيب قال كتب لي كتابا فقرأته مكتوب فيه اما بعد فانه قد بلغنا ان صاحبك قد جفاك ولا ولم يجعلك الله بدالي هوان ولا مضيعة كيف تقعد الناس يهينونك ولا يسلمون عليك ولا يكلمونك تضيع تضيع مصالحك فالحق بنا نواسك تعال عندنا في ديرتنا ونكرمك ونسكنك وتسير عندنا لاجئ سياسي لكن شوفوا الاصالة شوفوا الناس اللي ميب الناس هؤلاء ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار النبي صلى الله عليه وسلم نهاه الله ان يركن للذين ظلموا بعض الناس يظن ان اعداءه هم من سينصره العدو عدو يا جماعة العدو لن يعطيك الا مصلحته ولذاك تجد بعض الاعداء انا ان لم تكن معي فانت ايش فانت ضدي واحيانا يتفق معك لمصلحته فاذا انتهت المصلحة قالك فمان الله تجمع شملهم او تشتت شملهم الا علينا وصرنا كالفريسة للذئاب ويتجمع شمل الكفر على هؤلاء يقول يوم جايني الكتاب اسمعوش يقول هذا هو الان يروي عن نفسه قلت والله ان هذا لمن البلاء والله اندي بلو انا ناقصك يا ابن غسان والله ان هذا لمن البلاء يقول فاخدته فيممته التنور احرقته الله 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 انا لازم اوقف هنا وقفة مهمة يممته التنور الرجل العاقل او شهد فيه دليل على انه صادق وعلى انه لم يكن منافق هذا اكبر دليل هذا واحد اثنين يقول يممته التنور انا انصح عياننا شبابنا كم عندك في المسودات والحافظة والارشيف ارقام معاكسات صور علاقات كلمات مقاطع في ارشيفك يجيك احيانا الشيطان يقول لا لا خلها لا تشوفها انت ما راح تأثم والنفس تقول يا رجال مسحة ابعدها عن نفسك وقد تودعك يا جماعة كل شيء سيكون سببا عليك وسيضرك اتلفه من اللحظة هذه بعض البنات تتصل بنا يا شيخ انا ابتزني رجل يكلمني عاكسته اخطأت ثم بعد ذلك انا الان الحقيقة ابغى انته من هذا الموضوع اول امر نقولها لها نقولها لها ونقولها للشاب تلغي جميع الارقام والجوالات ولا تحتفظ باي رقم اثنين كل الارشيف القذرة والمتسخة ضعها في صندوق اسود ثم اتلفها واحرقها كما احرق كعب بن مالك هذا الخطاب لانه لو طاوع ملك غسان لانتهى الموضوع واصبح القضية قضية نفاق حقيقي وربما تكون مسألة كفر وبالتالي انا اقول اي شيء سيضرك يممه التنور واتلفه ولا تفتح نفسك باب وهنا يجيز العلماء حرق الكلمات والاوراق اللي فيها ذكر الله لو واحدة حين قالت والله عندي مصحف في البيت قديم ومتقطع ولا احد يقرى فيه نقول اكراما لهذا المصحف يحرق حتى لا يهان عندك ورقة في بيتك فيها ذكر الله سبحانه وتعالى اكراما لها تحرق هذه الورقة حتى لا تهان لان فيها ذكر الله سبحانه وتعالى يقول الان اتممنا كم ليلة اتممنا اربعين ليلة يقول انا تحبان اربعين يوم كم لكم انتم يوم اربعين يوم اربعين ليلة يقول وانا متعب يقول فجاء رسول رسول الله قلت جاء الفرج يقول يوم جاني المرسول من النبي صلى الله عليه وسلم قال ان رسول الله يقول يأمرك يا كعب ان تعتزل زوجتك يقول انا انا جالس انتظر قال رسول ذلك هو ما عنده مشكلة في ان يعتزل زوجته لكنه لما جاء الخبر شفت لما يكون فيه سجين في السجن ويجيه معروف فيه ضابط ما يجي الا الاطلاق الصراح يوم شافه دخل مع السيب قال بس جاء الفرج يوم جاء قال ترى ما عليش مددولك ثلاثين يوم بعد انها لله وانا راجعون قال فقال ان رسول الله يأمرك ان تعتزل زوجتك قلت او طلقها ولا تبقى معي بس في البيت قال لا تطلقها ولكن اعتزلها ولا تقربها يقولوا راح مرسولين اثنين الى صاحبي وقالوا نفس الكلام وهذا فيه دلالة وهذا كلام للحرمة مهم الزوجة والمرأة جزء في المجتمع لان كعب بن مالك وصاحبيه كانصلوا عن المسئولية الجماعية وكل واحد اهتم بنفسه انت يا المرأة شريك مع المجتمع في نجاحاته شريك مع المجتمع في بنائه شريك مع المجتمع في كل ما يحفظه ويعينه ويحوطه وللمرأة قد تكون مؤثر كبير يقول كعب بن مالك وذهبي لصاحبي نفس الرجال اللي جاني الا امرأت هلال ابن امية راحت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله انه قد جاءنا مرسولك واخبر هلال ابن امية ان لا يقربني والله اني ما عرفت عنه الا انه رجل كبير شاعد ولا عند احد يخدمه هل تأذى لي ان ان اخدمه تقولها زوجته بيض الله وجهة المرأة قلوها مين وانا همني والله النساء التي تقوم بخدمة زوجها المرأة التي تتبعل زوجها تحفظه في حضرته وتحفظه في غيبته وتقوم على شؤونه وتسد حاجته في بيته ترى بعض الحريب والله ما شاء الله عن مئة رجال تجدها في البيت اذا غاب الرجل امرأة تسد الحاجة وفعلا يعتمد عليها بعد الله الرجل في البيت في تربية العيال وفي قيام بشؤونه وشؤون زوجته زوجها وهذه المرأة قالت يا رسول الله انه هلال رجل كبير ولا عندها احد يخدمه هل تأذلي بان ابقى معه لخدمته قال نعم ولكن لا يقربك قالت والله لا يستطيع يعني رجال كبير وقاضي ما عند عنده شي قال اذا انت قومين على خدمته يقولون اللي حوال كعب يا كعب انت ليش استعجلت وديت حرمتك شف آآ زوجة هلال راحت واستأذنت النبي صلى وقالها قاعد رح يقول للرسول خل حرمتي تقعد تخدمني قال لا والله والله لا اذهب الى رسول الله وما ظني ماذا سيقول لي وانا رجل شاب يقول اللي فيني كافيني واللي جاني يكفي لا عاد تتحطوني في مواقف اكثر مما انا فيه يقول فجلست يقول جلست هنا هو يتكلم ينتظر الان الفرج يقول فاذا بخمسين ليلة تمضي علينا يقول الليالي قوية بالمناسبة المنافقين قبل ادخل على الخمسين ليلة وهم راجعين من غزوة تبوك ارادوا الاضرار بالنبي هم بنوا المسجد وراحوا بالرسول قال يا رسول الله تعالى صلى معنا في المسجد يوم جاء الرسول بيروح يصلي معهم امرها الله ايش لمسجد اسس على التقوى خير ان تقوم فيه امره النفس اللي منك لا تقوم لا تقوم في هذا المسجل ولا تصلي ابدا قال لهم لعلي اذا رجعت من السفر اصلي معكم يوم راحوا في غزوة تبوك خططوا على قتل النبي صلى الله عليه واهله وسلم عشان تعرفون ان المنافقين ويردون قتل النبي بكل احواله وسووا تلطموا اربع عشر رجال واركبوا على الدوابهم فنادى منادي ان رسول الله يذهب مع طريق العقبة فلا يقرب انه احد يعني طريق العقبة صغير تعرفوا العقبة اهلا الجميع يعرفونها ولا يمكن الدخول فيها فقال لا يأتي احد لان هذا المكان سينزل معه النبي صلى الله عليه وسلم العقبة منزل خطير فقاموا اربعة عشر رجال ركبوا رواح لهم وضعوا اللثان خططوا يروحون في هالطريق يزا يحمون النبي حتى يسقطونه يقول فرآهم عمار عمار كان مع النبي سلم يسوق ناقته يقول فرأيتهم فبدأتوا ادفعوا رواح لهم ادفهم عشان ما يؤذن النبي يقول حتى تنحلت راحية النبي كاد ان يسقط عليه الصلاة والسلام يقول لما كادت ان تسقط طردهم ففروا فقال النبي عليه الصلاة والسلام اعرفتهم يا عمار قال اني عرفت رواح لهم ولم اعرف الراكبين ما عرفت الراكبين قالوا ارادوا برسولك قتلى هذا اللي يبغون يزاحموني حتى يقتلونني تخفوا لكنهم عند الله معلومين فهذا النفاق اللي وصل الى قضية التخطيط كما قال الله وهموا ايش بما لم ينالوا بما لم ينالوا لانهم هم مش يقولون يوم كان النبي في غزوة تبوك ضاعت ناقة النبي صلى عليه وسلم الناس جاهم برد جتهم ريح شديدة حتى الرسول قال لهم ستأتيكم ريح هذه الليلة فلا يقومن منكم احد وقعدوا الناس الا رجلي واحد قام لحاجته يقضي حاجته واحد قام يدور ناقته اللي قام يقضي لحاجته اهلكته اهلكته الريح فمات جت ريح لانها عصى رسول الله واما الثاني نقلته الريح الى طي عند دياركم الى طي من تبوك الى طي وهذه مصيبة مخالفة امر رسوله صعبة يا جماعة ضاعت الناقة في مع شدة الريح فجاهم رجل يقال له زيد ابن اللصيت قال ان محمد يزعم انه نبي يدعي انه يعلم غيب السماء هم ادعى انه يدعى يعلم غيب السماء لكن الوحي ينزل اليه وانه يأتيه وحي من السماء وقد ضاعت ناقته ولا يعرف اين هي هذا نبي وصل الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم وقال ايها الناس انه بلغني ما قال صاحبكم اني ازعم اني نبي وان ناقتي قد ظلت ولا اعرف مكانها لقد علمني ربي ان ناقتي في الوادي الفلاني في المكان الفلاني عند الشجرة الفلانية يقول الصحابة فذهبنا فوجدنا ناقة النبي صلى الله عليه وآله واصحابه وسلم في مكانها الذي وصف عليه الصلاة والسلام لكن هؤلاء يبقى كما يقول هذا ابي كبشة الانماري اللي روى حديثه اللي كانوا يتسارعون على قتل النبي صلى الله عليه وسلم او اللي كانوا ابي ابي عفوا ابي كبشة الانماري يذكر عن هؤلاء المنافقين ايضا الرواية تدل على خبثهم هذا الخبث المتردي يريدون قتل النبي يتهمون النبي في رسالته يقولون كلام خطير ولذلك انا اقول كما قال الله سبحانه وتعالى لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لتبعوك لكن بعدت عليهم الشقة يقول تمت الان كم ليلة خمسين ليلة يقول فلما تم خمسين ليلة يقول نزل الفرج من الله وكنت اصلي على ظهر بيتي على السطح اسطوح اليومين زينة ولا لا على جواء الزينة والهوى يسفسف في حايل ما شاء الله يقولون فكنت اصلي على هو يصلي على ظهر السطح ليس ابتغاء للجو ولا الهوى ابتغاء للاخبار ان يسمع خبر ينقذه يقول بينما انا جالس على ظهر بيتي وانا على الحالة ذكرت ضاقت علي نفسي وضاقت علي الارض بما رحبت سمعت صوت صارخ يا كعب يا كعب ابن مالك يقول انا على السطح ليل قبل ثلاث الفجر يقول فوقفت فاذا بي ارى رجل على فرسه ورجل يمشي اللي على فرسه بيوصل عشان يبلغني واللي يمشي يام شاف راعي الفرس تقدم قال ابشر ابشر بالفرج يقول يام سمعت الابشر سجدت لله شكرا سجدت لله شكرا اذا بلغك خبر ان الله انعم عليك بنعمة او ازال عنك نقمة فاسجد لله شكرا كما يرى ذلك الشافعي وطائفة معه قال فقلت وما ذاك قال ابشر ابشر فقد انزل الله توبتك من السماء يقول بلغني الخبر وانا ساجد سجوده شكرا فذهب الناس يبشرون ان الناس يتراكضون يا الله على مجتمع المدينة وش هالمجتمع المتماسك يام قال رسول وقف ووقفنا يام قال رسول ترى نزلت براءته ونزلت تهنيئته ونزلت توبته انطلق الناس كلهم يبشرون هذا الاخوة الحقيقية هذه القلوب الصافية ولذلك انا كنت اسولف مع ابو فيد قبل يومين اقول بعض الناس ميت المشاعر يكلمك يقول ابشرك جاني ولد تقول على البركة طيب شا زوينك ولدي ابشرك ملك ما شاء الله زين ان شاء الله سير خير يا اخي خلك حي عش مع الناس كما يعيشون عش للناس جاني ولد ما شاء الله على البركة الله يجعله عبد صالح الله يقرعينك بصلاحة افرح للناس ابشرك فلام ملك ما شاء الله ابشرك شرية ارض شرية بيت سكنت فعلت عش مع الناس حياتهم هؤلاء هم 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 انا سلامي من هالمنبر على اهل المدينة سلامي على الانصار والمهاجرين سلامي عليكم سلاما حتى تقوم الساعة هنئكم على اخلاقكم الكبيرة وعلى تعاملكم الفذ الى اليوم ترى اهل المدينة حقيقة وهذا هو تزكية النبي صلى الله عليه وسلم لهم الانصار يستبشرون والصحابة فذهب الناس يركضون ويبشرون واحد على الفرس واحد على رجوله كل منهم يريد ان يبشره يقول فلما جاءني اللي يبشروني يقول خلعت ثوبي وعندي ثوب ثاني في الدولاب فاعطيتم اياه هدية مني وهنا يجيز العلماء اذا جاب لك رجالا بشارة انك تقول له تفضل بنطرك لا سيلة بعد الله تفضل يقول فاعطيتم ثوبين والله لا املك غيرها يقول والله ما عندي لها الثوبين يقولوا بعدين جلست نادي ابو قتادة جاري ولد عمي اللي ما كان يرد عليه يا ابو قتادة اعرني ثوبا البسه ابغى البس ثوبة ستر يقول فاعارني ثوب ولبست ثوبي وقصدت النبي صلى الله تخير المشهد يا جماعة طالع قفى الخمسين يوم ورايح يركض من بيتها للمسجد فرحان يقوله دموعي تنهمر على خداي هذي 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 مشاعر العودة مشاعر التوبة مشاعر الاحساس الصادقة مع الله يقول الناس يلاقوني في الشارع ليهنك ليهنك التوبة عمر احد هنك على توبة لك عمر احد قال هن يألك ولا تركت الدخان هن يألك والله نهنيك تركت الشلها الفلانية هن يألس يا فلانة ما شاء الله لبستي الحجاب هن يألك تركت ديك العباءة اللي كانت اشبه ما تكون بالفاضحة عمر احد هنك على انك تركت معصية احد هنك على توبتك احد سمعك تقرأ قرآن قال ما شاء الله هن يألك هالصوت الجميل وان انصح المنشدين والناس اللي اشغل انفسهم بالشيلات الكثيرة بعضهم سار وقته تسعة وتسعين في المية فاصلة واحد بالعشرة نشيدوا شيلة واحد في المية يكلمها لو يسوها لو يمكن بها قرآن ولا ما فيها ما يسير حن قلنا هذه موهبة سخرها في الخير نعم لكن لا تطغى على على الاصل لا تطغى على ان تترنم بكلام الله وتنبسط وان تقرأ كتاب الله قال فركضتوا والناس تقول لي اهنك توبة الله عليك حتى دخلت المسجد فاذا برسول الله جالس عند هالمهاجرين المهاجرين طبعا جاي معا من مكة ينتظرون ما يقدرون يسوي شيء قال فما قام لي احد من المهاجرين الا طلحة ابن عبيد الله فز يقول فسلم عن صاني ترى شوفوا اذا بغيت الرجال يحترمونك قدمهم في مجلسك وقدمهم على طيبك لا جاب لك الطيب قل لا والله فلان قبلي ولا جاب الفنجال قل فلان قبلي ولا جاك الرجال بيجلس قل ما اني بجال حجلس مكاني هذا تدل على خلقك وعلى تواضعك وعلى مكانتك ورفعت مكانت صاحبك يقول لما قام لي طلحة ابن عبيد له وهلويل صافعاني وهنأني من بدة المهاجرين قال والله ما قام لي من المهاجرين غيره ثم قال كعب والله لا انساها لطلحة ابدا العلم الطيب ما هي النساء والله لا انساها لطلحة لما يكلمك رفيتزك وتحسن صوته ضايقا صدره انت في وادي هو في وادي مصيبة الرجال ضايق قالها يسولف انت تقول لاب اشترك اليوم رحنا الملاهي وطرعنا البر وديت ثم وش ريت والرجال ذاك يا اخي حس فيني قبل عسى ما اشتري ابو فلان كني حاسن خاطركم هو بزين وش في سيم فلان وهذه المشاعر جزء من دين هذا الذوق الذوق يأتيكم من عكرمة عكرمة ولد ابو جهل عكرمة اسلم ابو جهل فرعون الامة والرسول شافى يمشيه من ازل راسه من حرج هو مسلم ابوه كافر ابوه مات والصحابة هم قاتلين ابوه قبل شوي قال يأتيكم عكرمة لا تسبوا اباه شفا الذوق لا تسبوا اباه ولا تذكروه لاجبوا انطار ابو جهل فان كلامكم في ابيه يؤذي الحي ولا يصل للميت هذا ذوق انا مسلمت اشتخلني في في ابوي ابوي مات بسلامته لكن لما تقول لي ابوك كافر ابوك في ايه ابوك في انا ما لي ذنب مات ابوي بل سورة التوبة اللي كانت فاضحة وكاشفة للمنافقين والمشركين بالمناسبة ترى سورة التوبة اكبر سورة في القرآن فتحت التوبة لكل الناس هذا معنى مهم ذكر الله فيها التوبة سبعة عشر مرة هي ما بدأت بسم الله الرحمن الرحيم صح لكنها ختمت بالرحمة لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين ايش فعوف الرحيم يوم جاه تدرون من اللي جاه يوم قتل عبدالله بن سلول عبدالله بن بن سلول شو منافق ولا لا ولدها اسم عبدالله عبدالله بن عبدالله بن ابي سلول عبدالله بن سلول الاصل الاب مات منافقا مع المنافقين ذولي ولها قصة طبعا في تبوك بس وقت هلام ما يسمح لما مات قتل جاء ولد اهل النبي صلى الله عليه وسلم وش قال له قال يا رسول الله نعم قال ان ابي قد مات عمر يناظر كنه يقول خير طيب ومات قال اني اريد ثوبك اني اريد ويش ثوبك ابغى ثوبك ليش قال حتى اكفن فيه ابي قال الرسول لحظة انتظر بجيب ثوب يجيك قال عمر يا رسول الله ان الله يقول استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم قال يا عمر ان الله خيرني ولم يأمرني قال استغفر او لا دا استغفر وانا ساستغفر ولو قال الله اكثر من سبعين مرة لا استغفرت له سبعين مرة حتى جاء قبر الله سبحانه وتعالى ولا تصلي على احدا منهم مات ابدا ولا تقم على قبره هذا نهي صريح جاء بعد ذلك ثم ليش هو عطاه الثوب النبي صلى الله عليه وسلم شوفوا المرؤة اللي انجال سقولها الان يقول ان العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم كان في معركة بدر يقاتل مع المجركين فتقطع ثوبه وهو يقاتل فانكشفت عورته فقال الناس من يعطي ثوبا لابي للعباس فما اعطى العباس ثوبا الا عبدالله بن ابي بن سلول المنافق هذا فاني اردها له وفاء من النبي صلى الله عليه وسلم اي خلق يا جماعة هذا خلق رسولكم ولا نسمع لما دخل كعب المسجد وش اللي حصل بعد الاذان ان شاء الله تعالى